معلّة بعد كدّ؟ مروان حامد، شريف عرفة، عمري سلامة طبعاً مع حفظ الألقاب للجميع، مخرج، حريصة، كل سنة تتفرجي على أعماله أمش عايزة بقى كلام الدبلوماسية الثلاثة يهبموني أشوف كل أعمالهم أكيد، بس في حد كل ما يعمل حاجة لازم تتفرج عليها أستاذ شريف عرف عشان؟ عشان أستاذ شريف ده اللي غير مفاهمنا كلها في السينما أنا فاكرة أنه وإحنا في معد السينما في سنة أولى، أنا كنت في السنة أولى وعرضوا لنا فيلم سامة حوث، فكان سامة حوث ده بالنسبة لنا النقلة في شكل الصورة في الإقاع، في التقطيع، في المونتاج أستاذ شريف ده اللي نقل السينما نقلة تانية فده أستاذنا فأنا إزاي أستاذ شريف؟ أستاذ شريف يا من فيلم وأنا ما شفوهش عشان أتعلم وراجر ناجح بقال وعمر ومحافظة على اسمه وعلى الجماهرية وعلى فنه يعني اللي هي المسألة صعبة جدا هي مسألة يعني كلنا نتمنى أن يبقى أستاذ شريف أعرفها يعني ده فعلا هو نقل أستاذ شريف بالمجموعة اللي كانوا في الوقت ده مهر عواد الكاتب وأستاذ عادل مونير المونتاج أستاذ مودي الإمام موسيقى وأستاذ وحيد حامد طبعا ما فيش كلام بس كان فيه أستاذ مهر عواد الأول أفلام أستاذ شريف دول نقلوا لنا السينما من نوع وشكل لنوع وشكل آخر لنوع لجيل تاني أستاذ شريف هو جيل تاني غير جيل عاطف الطيب وحمد خان وكل ده هو جيل الوسط ما بين جيلي وما بين جيل أستاذ عاطف اللي هو جيل خان وعاطف ومعيب يعني يقول كده طمعا ما حافظ الألقاب ما حافظ الألقاب يعني بس ده الأستاذ الكبير يعني ده أستاذنا تعزين سلام